روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل هذا الرجل قال بحضرة أمير المؤمنين أستغفر الله قال كلمة أستغفر الله العمام عليه السلام قال له ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معانين هذه المعاني الستة إذا تقدر تحققها فأنت قد وصلت إلى التوبة الحقيقية الكاملة أولها الندم على ما مضى تتندم على الماضي ثانيها العزم على ترك العود إليه أبدا يصير عندك قرار وعزم على أن لا تعود مستقبلا إلى الذنب والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة ترجع حقوق الناس ترجع أموال الناس أي شيء في ذمتك للآخرين تقوم وترجع إلهم والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها مثلا ما كنتم صلي تقضي الصلاة ما كنت صايم تقضي الصيام ليس رايح الحج وأنت مستطيع للحج تقوم تروح للحج وهكذا يعني تتدارك الفرائض الفائتة الكفارات اللي بذمتك غيرها كلها تروح تدفعها والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد الله أكبر إذا لحمك لا سمح الله كان نابت من أموال حرام اذوب هذا اللحم طبعا هذا الأمر الظاهر مواجب لكن هو شيء أخلاقي أخلاقي ويؤكد على التوبة الكاملة الحقيقية والأمر السادس والأخير أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية الجسم كما أذقته حلاوة المعصية تقوم أيضا شوية تخليه ضوغ مرارة الطاعة ثقل الطاعة صلاة الليل استغفار قراءة القرآن الصدقة أعمال الخير والبر العمرة الحاج غير ذلك هذه بيها ألم بيها تعب جهد فعند ذلك تقول أستغفر الله إذا فعلت هذه الأمور قل أستغفر الله فهذه هي التوبة الكاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر